ازا ايكو حبيبي عاملين ايه ما تيكوننا عرض انامن مع بعض كيكة الشايرة ومية كيكة هشة وطرية ونجحة معاك من اول مرة بسو طحفة الطحفة مستحيل تفشن منك عوليك على كل الاسرار وكل التركات عشان صنيت الكيكة تطع معاك عالية وبيضة كده والموسطات اللي احنا بنحبها في صنية الكيك بس ما تنسيش لايكو كومنت حلو منك كده المضخم وحامس سميت الليه وجبت ثلاث بضوط حط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل بضرب البكويس جدا لحد ما يعمل فوم ولونه يفتح معايا كده بجيب كوباية ونص من السكر وهنا السكر لازم يكون لونه فاتح عشان قلبي الكيكة يطلع معاك لونها ابيض بعد كده بجيب كوباية من الزيت لازم يكون الزيت روحته حلوة ولونه فاتح هبط ستلاقي الزيت كده تقل قوام بتاع البيض والسكر هتضربه المدة دقيقة وبعد كده بتنزلي بكوباية من الحليب والحليب هنا ممكن يكون ساخن ممكن يكون بارد مفيش مشكلة كوباية من الزبادي ومش ادرée اقولك الزبادي بيخلي الكيكة طرية زي القطن كده بالضبط معايا كوبايتين من الدقيق معايا كيس بكنبودر الشيف ولازم يكون بكنبودر الشيف بيخلي الكيكة قلبها ابيض وبيخليها عالية كده وحلوة معي معلقتين من النشا والنشا هنا بيخلي الكيكا كده تدوف وبقك دوب بنزل بكمية الدقيق على مرحلتين وبضرب كده بالمضرب ولما دقيق يختفي أنزل ببقية الدقيق التانية على فكرة ممكن تاخذي كل المكونات السيلة تضربيها في الخلاط بس ما تضربيش الدقيق في الخلاط بعد كده بجيب الليستبيولة وبقلب من فوق اللي تحت كده عشان أتأكد إن ما فيش دقيق في القوع بتاع البولة جبت الصينية ده عندها كده بطنطها بالسمنة والدقيق وحطت العجينة بتاعت الكيكا في الصينية وبتخلها في الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 170 وما تفتحيش الفرن أبدا إلا لما تشمي ريحة الكيكا بعد كده بعمل اختبار كده بالخلة لقيت الخلة طلعت من جر عجينة يبقى كده ما شاء الله الكيكا بتاعت استويت وبقت طحفة الطحفة بطلع الكيكا ما بقت عاش خالص إلا لما تبرد بحب غطيها لو قعدت عندك يومين تلاتة بتفضل طرية جدا شايفين ان شاء الله الكيكا طحفة طرية وهشة وعالية زي ما انت شايفة كده طحفة الطحفة ما تنسوش بقى لايك وشيء لمطبقهم وحمزة وكومنت حلو منك كده عشان تشجعيني اللي انا اعمل فيديوهات تاني اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة